نعم حبتي المشاهدين عودتكم العراقية دائماً أنه كامرتنا المحمولة تتجول في أحد مناطق بغداد أو حتى محافظاتنا الحبيبة جلت الصباح لهذا اليوم من وسط بغداد حيث يأخذنا الزميل سمير الحميدي إلى واحدة من أقدم مناطق بغداد حيث ازدهرت العمال اليدوية التي كانت متداولة بشكل كبير واليوم للأسف تعاني كثيراً ولأسباب متعددة خلونا نتعرف على أهم ما تبقى من هذه المجغولات والمصنوعات اليدوية في منطقة الشواكة وسط بغداد مع زمينا سمير ونقول لك سعى صباحك يا سمير صباح الخير يا زملاء في الستوديو وصباح الخير للسادة المشاهدين صباح المحبة صباح النشاط صباح الحيوية طبعاً بعيداً عن الأسواق الميتة ومراكز التسوق في مراكز المدن من داخل الأسواق الشعبية التي تعج بالنشاط والحيوية سوق الشيخ الصندل طبعاً هذا السوق سابقاً كان يسمى سوق الحداحدة أو سوق الزناجيل الآن حالياً يسمى سوق الشيخ صندل يضم مجموعة من الحرف اليدوية التي يعني يقبل عليها الناس لشرائها وسوف نتعرف عليها من خلال ضيوفنا اللي راح ينضمون ويانا من خلال هذه التقطية صباح الخير أبو مصطفى مرحباً كيف تتكلمنا عن الحرفة اللي تعمل بها حضرتك؟ والله هي الحرفة من زمان موجودة بالعراق واستيرادها من الخشب من إيران ومرات من العراق ممكن تشتغل ويعني وتحشين نعم نعم إذا أمكن تأخذنا الحرفة نعم نتكون من السيم والصيني نجيب استيراد من الصين ونجيب عطر هذا العطر هو عبارة عن أشجار تشرح بالمنشار نعم بالجرجير بعدين يكملونها بالجرجير اللي بفونها وصير مدورة ونجيبها وننكملها السيم ندق عليها والبروازة كام لهذا الغربيل هو نسويه هذا يسمونا من خل والغربيل؟ هذا غربيل هذا يستخدم للشعير وحنطة نعم وكوة عندنا مال الرمل مال البناء نعم على السوق شنو اسمه حاليا وشنو اسم السابق؟ هو ثلاثة مسمياتي السوق الحداحد السوق أيوب السوق السعد هم من ضمنها هو هذا مسمياتي نعم ربي يرزقك إن شاء الله رحم الله والدك نعم مشاهدين الكرام مستمرين معكم في هذه التغطية أيضا نذهب إلى صناعة أخرى صباح الخير صباح الله أبو الخير اسم حضرتك؟ نعم اسم حضرتك؟ علي أبو حسين أبو حسين شنو هنا جاي تصنع؟ أصنع قاصم والسويج نعم نعم نجيب المواد الأولية مالتها وين تبيحها؟ المواد الأولية موجودة نعم نجيبها من الصباع نعم نحولها قوالب عدي وفراسات وأقص به هنا وأيش تخل والحمد الله وشكرا الله رازقنا كيف صار لك بهذا السوق؟ صار لي نعم 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 على نفس هاي الشغلة؟ نعم على نفس هاي الشغلة لدينا نشتغل مرازيب مناقل نعم 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 يعني 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 ويكسرها هاي ما تنكسر هاي ما تنكسر يذب من النانة يفتحها يطلع هنا يريد يقفلها هاي بيش القاصر بحدي هاي هاي هس أنا بيح جملة بثلاثة وربع نعم 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 شنو اسم هذا السوق اللي حضرتك هاذا السوق سابقا بالسبعينات سانوا يصبحوا لعلاو الشيخ صندل مالحبوب 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 هاي من نانة من بداية الجسير للاخير اللي هو جامع هناك اسمه الشيخ صندل يعني على اسم الجامع على اسم الجامع هاي من نانة للعلاوي كلها مخازم مالحبوب حاليا حاليا سوق الحدادين سوق الزناجي كل من وصفه شكرا جزيلا بحثين شكرا جزيلا ايضا مستمرين معاكم مشاهدين الكرام زملائي في الاستوديو احد اصحاب الحرف مثل ما جاي يشوفونا السلام عليكم السلام عليكم شونك عيني هيا تعالنا هنا تعال اسم حضورتك احمد ابو مصطفى احمد مصطفى شو من شغلك هنا؟ والله احنا نصنع النقشات تبعد بالمحجر بالشباق يكون تعاملنا ويا الحدادين المبوعة الشباب مبوعة بيك وين الادوات اللي اشتغلتها؟ هادول اللي اشتغلت المانيسة اها اي هادولة بعدين احنا اول شي ننجزه نار نار هاي الكورة نصنع بيها نحميل الحديد ونطرقه ونسوي له نقشه وين الكورة مال الحديد؟ هاي الكورة نعم نعم بشار اذا امكن اها هاي نحميل الحديد واحنا القوالب احنا نصنعها بيدينا ونحواج النقشة اللي يطلبها الحداد حسب الصورة هاي المنة تصنعوه؟ نعم المنة تصنعوه؟ يعني هو الحداد اللي يصنع الباب وشباك يكون ارتباطه ويانا مباشر كيف صار لك بهاي السوق؟ صار 26 سنة نعم بس والدي عمر حج سنوات بهاي المنة الحمد لله انتظر الله تحب شغلك هنا تحب السوق هنا؟ نعم تحب شغلك هنا وجودك بالسوق؟ حالة متعليه نعم سمير يتصنعونا سمير الحميدي سمير الحميدي نعم الحمد لله انا نقل لك ح pernah ضوى الصورة اللي يطلبها أبو البيت ينقل الى الحداد، بوبا شبابيك احنا نصنع حالة ضوى الصورة هناك اقبال عليها قس له لا نقصد عروات الحمدلله نعم ببستحو العام الله يكرمه من كتب uğرناك سمير كان بدنا أيضا عندنا تساؤل هذه المهن أو هذه الصناعات التي تشبه الثقافة أو هي صناعات قديمة إذا تسمعني يحتاج إلى ساعات وساعات لكي نظهر للمشاهد جمال هذا السوق وجمال الصناعات الشعبية طيب سمير إذا تسمعني أنا كان بدي نسألهم نسأل البعض شون اللي يحتاجوا هل يحتاجون مثلا قروض ميسرة من وزارة العمل هل هناك دعم مثل يقدم من وزارة الصناعة كون هذه الصناعات هي صناعات أقرب كأنه بعضها يكون ثقافة أو بعضها ممكن إذا يستمر بعد علي الوقت تكون هي صناعات كأنه صناعات أثرية قد يقتلها يوما ما الاستيرات من الخارج هذه المشكلة اللي يعانون منها يعني قوت يومهم من هذه الصناعات فكان بودنا أنه أو إذا أنت سألتهم أو إذا أنت في بالك منه من اللي يحتاجون من الجهات ممكن من خلال قناة العراقية برنامج صباح الخير يقدمون رسالة إذا أمكن سؤال هنا أكو مثلا دعم لهذه الصناعات من قبل مثلا الجهات الرسمية هذه الصناعات مرتبطة مثلا بالفلكلور العراقي بالتراث يعني أكو وزارة العمل أكو تعاون لا 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 ما أكو أي تعاون يعني هو مثلا تقول شغلكم ماشي بدون ما تحتاجون دعم نعم انفراج شخصي انفراج شخصي نعم عمل يعني احنا على ضوء عملنا بس يعني ما لكو في الجهة يعني رقابية الجهة على الدولة أو أي وزارة حسب ما ذكرت حضرتك ما زايرين ولا يعني شغلكم ما يحتاج دعم طلبيات يوصون عليها وانتم متنفذون نعم نعم على الطلبيات نعم على الطلبيات نعم زميلي مثل ما سماعت أنه أكثرها صناعات يعني وطنية عفو صناعات شعبية يتم الطلبية عليها ويتم تصنيحها في هذا السوق يعني ليس هناك بحاجة إلى دعم بقدر ما هي بحاجة إلى جهد من قبل القائمين أو الذين يعملون في هذا السوق نعم سمير احنا طبعا هذه الجولة أكيد مهمة بالنسبة والكثير من المواطنين أنه شهدت من خلالك ومن خلال الكاميرا العراقية أنه لا زالت هناك صناعات خلينا نسميها صناعات تراثية صناعات عراقية تميزوا بها العراقيين ربما بالمعضة يعني لا يدركون أنه إحنا الحد اليوم ممكن أنه نصنع هذه القاسات اللي احنا كنا نعتقد أنه فقط للإستيراد أو حتى كثير من البضاعة طيب خليني أسألك اليوم كيف هو السوق بصورة عامة يعني عندنا صناعات نشوفه إحنا إلى حد معين هي متواضعة متواضعة مبذك العدد الكبير أكو سوق أكو إقبال من قبل المتبضعين أنه يجون هذه أماكن يقتنون هذه البضاعة تحديدا أكثر مما يميلون للأشياء المستوردة أكو فرق بالسعر كيف هو الحال طبعا يعني صوت المكان هنا عالي يعني السؤال ما كلا سمعتك يعني هذه صناعات الشعبية طبعا تتميز برخص سعارها تنافس المستورد على اعتبار أنه الناس تقبل عليها لذلك لأنه أكثرها يعني مواد أصلية وكذلك مواد يعني يقبل عليها الناس لأنه تكون عملية عملية أكثر من المستورد ورخيصة أكثر من المستورد نعم جمالاء في الاستوديو نعم سمير بالنسبة للضجة الموجودة بالسوق عندك أكيد هي ضجة جميلة لأنها ضجة عمل وحياة شكرا إليك سمير الحميدي من قلب بغداد السوق في شواكات